بعد أربع سنوات من تعثر عقادها السلطة التشريعية تستأنف اجتماعاتها في سيئون حضر موت وسط حضور لقيادات الشرعية وممثلين عن السلك الدبلوماسي لدى اليمن قالت سيئون مرحبا بقيادات الدولة واحتضنت أولى جلسات السلطة التشريعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة بعد تعثر عقاد الجلسة في صنعاء الخاضعة للانقلابيين والعاصمة المؤقتة عدن التي تعيش فوضى وتهديدات الانتقالي الجنوبي المدعومي من الإمارات جلسة غير عتيادية للبرلمان انتخبت فيها الكتل البرلمانية بالإجماع سلطان البركاني رئيسا للمجلس وعبد العزيز جباري ومحمد الشددي ومحسن باصرة أعضاء لهيئة رئاسة المجلس بعد نجاح الجلسة الافتتاحية بنصاب مكتمل وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان ملفات ثقيلة على طاولة البرلمان أبرزها مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها ومناقشة قوانين تقتضيها المرحلة والظروف الرهينة لتعجيل باستعادة الدولة وتخفيف المعاناة عن المواطنين الرئيس هادي أكد أن استعادة اليمنكين لمؤسستهم التشريعية ليست سوى محطة من محطة النضال ضد جماعة دمرت البلد وأنهت كل مؤسساته هادي دعا بقية البرلمانيين الذين لم يحضروا الجلسة للالتحاق بزملائهم للدفاع عن وطنهم مشيرا إلى أن اليمنيين أمام مفترق طرق بين خيارات الحرب والسلام لحظة فارقة في مشوار استعادة الدولة من الانقلابين ستدون باسم سيئون بحضور وزخم دبلوماسي وتحشيد يعد الأول من نوعه داخل البلد لمسؤولي الدولة أهمية وزخم انعكس على ردود فعل المواطن المتعطش للدولة يعني لا شك أن عودة التئام هذه المؤسسة البرلمان نقطة جوهرية وأساسية في تعزيز مدامك الدولة الشرعية التي حاولت مجامع العصابة الانقلاب أن تنقض على مقاومات الدولة المواطنون بين مستبشر ومتخوف من الخطوة مستبشرا بقطع الطريق على المشاريع الصغيرة التي تعمل على فرض شرعيات صغيرة جهوية وسلالية ومتخوف من أن تستغل السلطة التشرعية لتمريد صفقات مشبوهة أو التفريط في السيادة لصالح أي من دول التحالف هل هي بداية لاستئناف السلطة التشرعية أم لالتهام ما تبقى من مؤسسات الدولة لصالح أبوظبي والرياض الغارقتين بأجندات وأطماع في المناطق المحررة بعيدا عن هدف استعادة الشرعية